مرحبا بكم مشاهدين الكرام سعيد بلقياكم في نشرة الأخبار هذه وهذا أبرز عنوانها حملة فرنسية مغردة تغلق محل خباز مغربي أجبر محسن زوين خباز من أصل المغربي على إغلاق مخبزاته في سان مارسيليين في مقاطعة إيسر الفرنسية بعدما وقع ضحية مقاطعة فرنسية وحسب مصادر إعلامية محلية فإن محسن زوين الخباز المغربي الفرنسي البالغ من العمر 43 عاما استقر في العام الماضي في مدينة سان مارسيليين معتقدا أنه يمكنه القيام بأعمال تجارية جيدة هناك ليتحول تصميمه على تقديم خدمات إلى كابوس عد إلى المنزل ليس لديك عمل هنا لسنا بحاجة إلى خبزك لا نريد عربا وكيف يمكن لعربي أن يصنع الخبز هكذا كانت أنواع الإهانات التي يسمعها محسن طوال اليوم حسب المصادر حيث خارج الجالية المغربية يقاطع جميع سكان المنطقة المذكورة منتجاته ليعلن أخيرا شهر غشتين الماضي عن نيته إغلاق محله التجاري لأنه لم يعد قادرا على تحمل الإهانات وأوردت المصادر أنه في البداية كان بإمكان محسن بيع ما يصل إلى 200 قطعة خبزة في اليوم الواحد لكن بسبب حملة المقاطعة ضد منتجاته أصبح لا يبيع أكثر من 50 قطعة خبزة في اليوم وأحيانا أقل من ذلك إذ عليها في المساء أن يملأ كياس القمامة بخبز غير مباعي يعطيه للحيوانات وفي غضون ذلك تراكمت الديون عليه لتزيد عن 15 ألف يورو اشتركوا في القناة